وطبعاً يعني في خلاف أيضاً هل الجسم يعني حينما تسلب منه الحياة ويصيره عدماً هل طبعاً هو يتفتت يعني في المعروفة لأجساد الموتى تتحلل وتتفتت وتصبح هي وذرات التراب واحدة ولكن حين يعني يأتي البعث أو النشر هل هي عبارة عن جمع ذرات موجودة ولا الجسم أصلاً عدم تماماً ثم بعد ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا المعدوم ولذلك الفلاسفة سبعدوا أن يعاد الجسم من منطلق معلاش يمكن أحنا بنخرج عن ذلك بالعادة ما هو نقيض الحق والعدم طبعاً فهم يقولون أن المعدوم لا يعاد قاعد عندهم المعدوم لا يعاد إنما يعاد اللي هو موجود بذرات ومتفتت ومتحلل لكن عملية البعث هي عبارة عن تجميع تاني لهذا الجسم اللي هو ذرات وموجودة بالفعل طبعاً المعركة كبيرة بين الفلاسفة ماذا لو أن الجسم يعدم؟ يقولون أنه يعني قدرة الله لا تتعلق لأنه يستحيل هذا أمر مستحيل والكل يعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل يتتعلق بالأمور الجائزة الممكنة لأنه لم يحدث مثلاً أن الله سبحانه وتعالى فعل شيئاً أو يعني القدرة تعلقت بشيء مستحيل وظهر لا يكون مستحيلاً مستحيل الذي لا يقبل الوجود بحال كما قلنا يعني مثلاً مسألة أن يكون الشيء ساكناً ومتحركاً معاً أو لا ساكناً ولا متحركاً أمثلاً كثيراً جداً اللي هي اجتماع النقيضين فيقولون هذا يعني ناس ابن حزم مثلاً يقول لك آه لو أراد لا فعل أو القدرة تتعلق بي لكن الجميع يرفضون هذا ويقولون القدرة لها مجال بتعمل فيه مجالها أو تعلقها بالممكنات الوجود بما يمكن أن يوجد أما ما لا يمكن أن يوجد وهو المستحيل المعدوم الممتنع الوجود فهذا لا تتعلق به القدرة الإلهية